حياة كريمة مبادرة رئاسية تحولت لمشروع قومي أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى منها في احتفالية كبرى باستاذ القاهرة والتي تعد واحدة من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري الحديث حتى إنه أطلق عليها مشروع القرن لتنمية الريف المصرية المبادرة تستهدف رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4500 قرية وأكثر من 28 ألف تابع وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن خلال ثلاث سنوات وبموازنة تقارب ل700 مليار جنيه أو يزيد كما تستهدف المبادرة الرئاسية مواجهة الفقر حيث تم تقسيم المشروع لثلاثة مراحل الأولى تستهدف القرى التي تتعدى نسبة الفقر في سكانها 70% بينما تشمل المرحلة الثانية القرى التي تتراوح نسبة الفقر فيها بين 50 و70% وتشمل المرحلة الثالثة القرى التي تقل نسبة الفقر فيها عن 50% بالإنجاز تحدد مبادرة حياة كريمة التحديات إذ نجحت الدولة حتى الآن في تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بنحو 24 نقطة مئوية خلال المرحلة الأولى من المبادرة وتحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالي 12 نقطة مئوية وارتفع معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 46 نقطة مئوية وتم إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل وساهم ذلك في تحسين مؤشر جودة الحياة في القرى التي تم تطويرها خلال المرحلة الأولى بحوالي 18 نقطة مئوية والخفاض مستوى معدل الفقر فيها بحوالي 14 نقطة ومن مستهدفات المراحل المقبلة في مشروع حياة كريمة تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والاهتمام ببناء الإنسان المصري وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير السكن الكريم والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وحظيت المبادرة بالعديد من الإشادات الدولية فقد أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن المبادرة ساهمت في تخفيف الآثار السلبية لكورونا وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا ووافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبع المنظمة وأشارت إلينا بانوفا منصقة الأمم المتحدة في مصر إلى أن تجارب مصر التنموية قوية جدا ومن أهمها مبادرة حياة كريمة بينما وصف كريستان ثونز رئيس الشركة دي أم جي موري الألمانية مبادرة حياة كريمة بأنها رائعة لتخرج بذلك حياة كريمة من كونها مبادرة إلى شعار للجمهورية الجديدة وترجمة لمساعي دولة الثلاثين من يونيو لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين